بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ماذا لو أصبح الشيخ أسحاق الفياض مرجعاً على بعد السستاني من هي الحكومة الشرعية في نظره وكيف تكتسب شرعيتها وما هو موقفه من المال العام الذي يسميه مجهول المالك هل يفقه الفباء الدستور والقانون والأحكام الشرعية أم أن فتاوى فتاوى هو فتاوى بعض المراجع في الحوزة هي من أسباب فساد الحكومة العراقية الفياض يقول الحكومة لا تملك الأموال العامة في البنوك والدوائر والدولة أصلا ما ألها ملكية إلا إذا كانت تخضع لمرجع ديني في الحقيقة المرجعية مصيبة صايرة هالأيام مصيبة على الشيعة ومصيبة على العراقيين هي أساسا ما موجودة في الإسلام لا يوجد أدنى شيء اسمها مرجعية دينية ولا مرجعية في التشيئ أيضا لا توجد مرجعية في التشيئ ولكنها نشأت وتطورت في ظروف خاصة وأصبحت تدعي أنها هي قيادة الشيعة وأنها هي النائب العامة عن الإمام المهدي وأنها هي أو هو لكل مرجع يعتبر نفسه هو الحاكم الشرعي وعندما تسألون المراجع والعلماء عن أدلة التقليد أو أدلة المرجعية يقولون دليل العقلي لا يوجد دليل شرعي من القرآن أو من أبي محمد أو من الأئمة حتى مجرد أحاديث ضعيفة جدا ومقطوعة السند انتشرت في ثلاث سند يقولون الدليل العقلي ما هو الدليل العقلي؟ الدليل العقلي هو أن الجاهل يرجع للعالم مثل ما واحد مريض يرجع للطبيب هذا شيء معقول طبعا لكن الكلام أي طبيب الرجوع إلى أي طبيب ويعني حتى لو واحد ادعى أنه طبيب وكان جاهل جدا بالطيب بس حط لقب عليه آية الله الدكتور فلام مثلا هل هذا يصبح حجة شرعية وإلى الله سبحانه وتعالى يأمرنا بطاعته والراد عليهم كالراد علينا والراد علينا كالراد علي الله تعالى سوف يخرجون الناس من الدين وأي واحد يعمل بدون تقليد فعمله كله باطل عمل العامي بلا تقليد باطل بسوين مجموعة شعارات ومجموعة أقوال ما أنزل الله بها من سلطان ومسيطرين بها على الناس ومهيمنين بها ويدعونهم ويمثلون ظل الله في الأرض حوز الألمي هي تمثل قلب الشيعة لأنها مكان تفكير ونظر وتحقيق المفروض هكذا يعني فإذا مرض هذا القلب مرض الجسم كله وأثر على بقية الأعضاء وهذه الحوزة التي أدنى اليوم بالنجف خصوصا ربما حتى في كل مكان حتى في قوم ولكن بالنجف خصوصا ما يهمنا هذا الشيء نتحدث عننا اليوم حوزة مريضة وجاهلة وأمية وما أنها علاقة لا بالدين ولا بالألم ما أنها علاقة لا بالدين ولا بالألم كلام صعب طبعا كثير وأجيب لكم لماذا يعني روحوا شوفوا برامجهم شيدرسون بالحوزة ما عندهم دراسة للقرآن ما عندهم دراسة لعقيدتهم مؤمنين بنظريات مثلا كل واحد تأتي في نظمة يقول لك أنا الحاكم الشرعي زين يا بيت الحاكم الشرعي على أي أساس حاكم الشرعي على الناس وما تعترف بأي حكومة هذه مشرعية إلا أنا أعطيها إجازة الطريقة الصفوية القديمة اللي سنها الشيخ علي عبد العالي الكاركي ادعى أنه نائب الإمام المهدي ادعى هو هو من نفسه يعني سوى نفسه نائب يعني إمام الله غير موجود وأعطى إجازة للملك الإيراني الشيخ إيراني الطحماز قال له أنت صير وكيلي وذاك قال له إيه والله خوش فكرة هذه أنت يعني إمامنا وشيخ الإسلام وكل شي لازم تسمع كلامك ومن ذاك اليوم صارت المرجعية لها في المكانة وبالتقليد ماشين الناس بالتقليد الأعمى وذولا المراجع أو الشيوخ اللي في الحوزة شافيها خوش شغلة هذه هم ناس يعطوهم فلوس واسمعوا كلامهم وكدسوهم وحبوا نأديهم وهم أدهم نظر يعني جهل في جهل حقيقة حقيقة مؤسب أنا لا أحب أن أتكلم عن الأشخاص ولا أحب أنا لا أريد أن أهاجم الحوزة ولكن هذا شيء مؤلم واقعا رح أن أرى أفكارهم وفتواهم وعقائدهم يرون أن الغلوب موجود أدهم هذا واحد الخرساني يعتبر استعذاء المئصول في حوزة قوم يقول الإمام المهدي صار عبدا وعندما صار عبدا صار ربا وهو يدير الكون ويخلق ويرزق ويحي ويميت وكذا وليس فقط هو سيد محمد الشرازي السيدة الخوية حتى لكن الناس لا يعرفون لا يرون على أفكارهم وعقائدهم وكثير من هؤلاء الذين يدعون المرجعية طيب أنتم عقائدكم عقائد المفوضة والولاة أنتم ليس عقائد الإسلام ولا عقائد أهل البيت وتؤمنون وتقولون نحن نواب الإمام المهدي بحثتوا موضوع الإمام المهدي شنو عدلتها مثلا وجودة والمام الحسن عسكر يقول أنه ما عندي ولد وأهل البيت كلهم ما كانوا يعرفون أي ولد فشلون صرت أنتم نواب ذاك الإنسان اللي ما عارفين أنتم موجود لو ما موجود وتطون الشرعية بعدين وأي حكومة حتى لو كانت منتخبة مثلا الآن حكومة حكومة أدنى بالأراق منتخبة وبرلمان وديمقراطية ودستور والناس موافقين عليه وموقعين عليه مع ذلك يجي كفرد الشيخ يقول أني مرجع أيضا وأحد المراجع الأربعة في النجف يعني هو زميل السستاني وزميل الحكيم وزميل بشير النجفي زين أنتم تقعدون مع بعض ما تبحثون وما كنتوا تبحثون في الحوزة ما تدرسون وما تقرؤون وما تكتبون يقول لك بدعا وصار هذا المرجع والآن نحضرين الشيخ الفياض على الأساس هو أعلم الآخرين يجي بعد السستاني إذا الله أخذ أمانته زين شو راح يصير بالبلد إذا هذا الآن فتواء الآن فتواء تخربط المجتمع وتخربط الدولة وتفتح أبواب الفساد في هذه الدولة المال العام ما يعترف شيء اسمه مال عام أو دولة موجودة حتى الأوراق التي تطبخها الحكومة وهذه طبيعية بلاد الكفار وجاء بيها مال 8 مند المال هاي مجهول المالك أي واحد يقدر يخمطها ولفلفها ويضعها في جيبه والأموال الدولة العامة والنفط الثروات الضرائب البنو كل هالأرض ما يعترف هي أصلا هذه مو أموال شرعية مجهولة المالك يقول لها ما إلا ما يعرف مالكها منه أصلا ما أكو شيء يسمى الشعب عراقي يملك هاي الأموال وبالتالي أي واحد يقدر يحصل شيء من الأموال يضطي شوية الفقراء وينزل باقي بجيبه شو فتاوة عجيبة غريبة تدمر الدولة العراقية وتدمر الشعب العراقي وتفتح المجال أمام اللصوص والحرامية بعد مو اللصوص ولا حرامية ذولا ذولا ناس أتقياء ورعيم مؤمنين إنما أخذوا يعني ما يلقوه بالشارع وأخذوا وشارعناه يعني أخذوا حصة للفقراء وبالتالي يعني صار مال حلال زلال عليهم فهذا المرجع هو وغيره كلهم اللي يعتقدون أنه مؤدهم ولاية عامة وهو الحاكم الشرعي و منين جاوبين هالكلام ما حقيقة ما دارسين ما باحثين ما موضوع ما باحثين لا وجود الإمام الثاني عشر ولا أنه نيابة الأحد نيابة خاصة نيابة عامة ولا أنهم يمسوين نيابة عامة فمفترضين أشياء من نفسهم وقاعدين يضحكون بها الناس ويستغلون فيها الناس ويهيمنون على الناس هايمنة غير شرعية هايمنة أسوأ من الاستبدادية حاكم يجي سيطر عصر طب القوة يقول أنا صرت حاكم وعلى الجميع نسمعهم كلامي وأي واحد عرض يقول خب هذا مستبدن عرضه بس إذا لا يقول لك باسم الله أنا حاكم الشرعي شتون حاكم شرعي ما هذا حقيقة ما هذا مشكلة كبيرة يعني أنت تعترف بالحكومة والديمقراطية والانتخابات والدستور ولا ما تعترف حكومة حكومة واحد متسلط لا تعترف به آمنا وسلمنا وحتى حكومة متسلط حتى حكومة صدام حسين مثلا صدام حسين حاكم في دولة الدولة مالك الشعب العراقي أموال الدولة وثروات الدولة و بنوك الدولة هي ملك الشعب العراقي مملك صدام حسين ما يجوز السرقة معدها ولا من أي بلد آخر حتى لو كان حاكم متسلط أو حاكم ضعلم مثلا لا دولة ما يعترف بوجود الدولة عايش بالحصور الوسطى معدر بالكهوف الكورون ما ده من ينجاي وده يطيق فتاوى سبب هاي الفتاوى تطلعها يقوموا شوية قعدوا ودرسوها بينات كورون وانظروا فيها وشوفوا هالكلام وين يصوب وشي أدي إلى ماذا موتج تحتي كلام متل ديقرة قرآن عصبالك شافين الفيديو مالس يعني الفيديو موجود ناشرة عندي وبيمكان أي واحد الشيخ ميثاق الأشر الله يبتر خير نشر هذا الفيديو قبل فترة فإذا كان الحكومة ولي شرعي فهذه الحكومة حكومة شرعية ول شرعي يعني ول شرعي يعني شلون يعني أنت قائمة على أساس مبدأ الدين وهذه الحكومة مالكة وقائمة على أساس مبدأ الدين إذا قام تشكيل واده ولي شرعي زمنوا هذا ول الشرعي منين جبتو ماذا سويتو ولي شرعي عليكم وعلى المجتمع فحكومة شرعية هذه وإذا لا وقائمة على أساس مبدأ الدين وأما إذا لم تكن الحكومة شرعية شوفوا مسألة شرعية وغير شرعية مو انتخابات أو عدم انتخابات لا هو تابع الولايات الفقهة ولا متابعة وأما إذا لم تكن الحكومة شرعية بأن لا يكون لها ولي شرعيا منصوب من قبل الشارع يعني من قبل الله سبحانه وتعالى بنسبة أو المان مهدي يقصد بنسبة خاصة في زمان الحضور أو بنسبة عامة في زمن الغيبة ما هذا الأول الكلام هاي كلها فرضيات وجود الإمام فرضية والنسب فرضية كلها فرضيات وهمية خيالية ومسوية دين يقول إذا ما منصبه واحد في زمن الغيبة فهذه الحكومة إذا ما منصبه فهذه الحكومة غير شرعية وهذه الحكومة لا تملك الأموال الموجودة عندها في البنوك والمصارف والوزارات فإن العاملين في هذه الحكومة من رئيس الجمهورية إلى أدنى موظف ليست لهم ولاية على الحكومة حتى يكون تصرفهم في هذا المال من باب تصرف ولي الأمر شرعون كلام خطير جدا حقيقة دولة هي كمجتمع مجتمع له دولة وله أراضي وله حدود وله كذا وبالتالي عندها ثروات وهو قاعد ونسفط لك كم كتاب قدامه صار هو علامة الزمان وآية الله العظمى وهو بعد نائب الإمام وهو الولي الشرعي وليس الواحد يناكسه بعدما يقول في إذن يشترتب على هذا الموضوع ماذا يترتب الإقراض غير صحيح إذا الحكومة أي مصرف الحكومة مثلا التقرض إلى أفرد واحد هذا قرض مو صحيح لأن إقراض الحكومة لا يمكن لأن العاملين في البنوك والحكومة ليست لهم ولاية حتى يأخذون المال قرضا على ذمة الحكومة أو يعطوه الواحد آخر مثلا القرض والإقراض والمفروض أن المودع لسه البنوك الأهلية أو حتى البنوك الحكومية يجي واحد مواطن ويحط به فلوس هناك لم يودع أمواله عند العاملين في البنوك ذو الموظفين إنما يودع أمواله في البنوك التي هي جهة اعتبارية وفي ذمة البنوك والمفروض أنه لا ذمة للبنوك ما دمنيا جاء في هذا الكلام والبنوك لم يعد ذمة فإذن أموال راحة صارت حباء منثورة صارت مجانية فإن العاملين في البنوك لا ولاية لهم حتى يأخذوا المال في ذمة البنوك وعلى هذا فالإقراض غير صحيح وما لهم حق يطون واحد قرض وكذلك الاقتراض من الحكومة فإن الأموال الموجودة في البنك ليست أموال الحكومة شايفين بالله؟ مصيبة في هذا الاجتهاد مصيبة هذا مو اجتهاد هذا جهل بالحقيقة لأنها إما أن تكون أموالا لا مالك لها كالأبراق النقدية يسميها اسكناسات التي أرسلت من الخارج جاية مادر من ينباعتها بالبريد جاية أموال وطبعت في الخارج وأرسلت إلى البنوك ولم تقع تحت أيادي المسلم والحاكم الشرعي فهذه الأموال ليست ملكاً لأحد الحكومة تطبع فلوس بره وتجيبها وهذا سيكون مملك الأحد أموال مجولة المالك وأما أموال المسلمين في البنوك إذا أخذ المال من البنوك فإن علم أنه من الأموال التي أرسلت من الخارج ولم تقع تحت أيدي المسلمين فهو ملك طلق له بالاستلاع عليه بس يستولي على هذا المال صار مال مقارض هذا بعد ولا يكون فيه أي ضمان فهو مال مباح يملك بالاستلاع والحيازة كلام خطير جداً حقيقةً ويهدم أساس الدولة وأما إذا أخذ من البنك ما لن يعلم أنه فيه ما لن نغير ناس آخرين حطين فلوس إما بالنصف أو الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس فلا بد أن يتصدق به على الفقراء والزائد عليه يتصرف به وليس لدي فقراء وبقيت لي فلوس القرض وضعه بجيبه بعد ما يحتاج إلى رجع للدولة ولا للبنك فالاقتراض من الحكومة غير صحيح إذ ليس للعاملين في البنوك ولاية على هذه الأموال وولاية على البنوك ليس لهم ولاية على البنوك وولاية الحكومة حتى يقوموا بأقراض الناس من الحكومة ما أنهم حقهم يقرضون بس لسا أقرضهم هني أمري اللي يأخذها خليا كلها ويضيف أيضا الشيخ سحاق الفياض أحد المراجع الأربعة في النجم والغريب هنا أن الفقهاء الذين يقولون أن الحكومة تملك ومع ذلك يتعامل مع الأموال الموجودة في البنوك معاملة الأموال مجهولة المالك أو قسم الفقهاء يقول أنهم يؤمنون أنهم يتعاملون مع الأموال باعتبارها مجهولة المالك حسبotive تستغربي الشيخ فani حيث أن الحكومة تملك فأنا 이쪽 الحكومة تملك فالأموال أيضا لأن الأموال الموجودة في البنوك قرضن في دمة البنوك وفي دمة الحكومة إن كانت السنة فENE فهذه الأموال ملكون للحكومة وليست مجهولة المالك إذن الالتزام بأن الحكومة تملك الأموال والالتزام بأن الأموال الموجودة في البنوك مجهولة المالك هذا يصير جمع بين أمرين متناقضين هذا مو معقول فهو هنا واقف بالمسألة هاي يقول ذول المشايخ اللي ديفتون هالشكل ذول شنو قصتهم يعني أكو ناس شوي متطورين يقول لا يا بالحكومة تملك بس شنو بس هاي الأموال مجهولة المالك فهذا صار كلام أسوأ بعد فهذه الأبحاث بالحقيقة تكشف عن أنه المستوى العلمي والمستوى العقلي حتى مو بس العلمي يعني أنت عن أي إنسان في أي مكان بالعالم عندما يرد إذاب لأي حكومة ويشوف أكو دولة ومجتمع وكذا وأكو أموال عامة وأكو بنوك خاصة وأكو بنوك عامة فهذه الأموال مات الناس مات الدولة مات المجتمع ولكن الذين قاعدين بالنجف وقاعدين بهذه الحوزة ومسومين نفسهم هما ما ذو منهم سميوا حقيقة لا واحد ممتحنهم ولا واحد مناقشهم ولا واحد متباحث معهم وهما واحد يدعم الآخر طبعا ومسومين نفسهم هما يفتهمون بالعالم والناس كلهم يفتهمون يسأرضوا هاي المسألة على أي جاهل بالعراق على أي طفل بالعراق قلوا له هاي الدولة موجودة بالعراق وأدنى بنوك أو هزارات يصير واحد يعني يأخذ من أموال الدولة يسرق مثلا أو أراضي موجودة في البلد أجي مثلا أزرعها وأبنيها وأعمرها كيف بدون ما أخذ إجازة من الدولة يقول لك لا ما يصير لهذه الملك عامة الناس هذه الملك عام أو النفط لذلك نشوف بعض يعني طبعا هذا الإنسان العادي سوف عقله وفترته وبساطة وبألف باء الألم وألف باء الإجتهاد يقول لك لا ما يصير يعني أن الناس العاديين أعلم من هؤلاء الذين يدعونه الإجتهاد والمرجعية ويقولون للناس أنتم جهلة ولازم يتقلدونه أن إحنا النفطهم إحنا أولياء الأمر إحنا نواب الإمام المهدي وهو لا باحث في عقيدته لا باحث في موضوع الإمام المهدي لا باحث في موضوع النيابة العامة لا الولاية الشرعية مطل نفسه في الولاية الشرعية ما عند الله بها من السلطان وديبيح للناس روحوا أسرقوا روحوا نهبوا بصريح الأبارك راتلكم يا نص الأبارك وتقرأنا أنتم روحوا هاي أموال طلق ملكون طلق يقول هاي يعني أي واحد استولى عليها فما يكون مشكلة يعني في الاستلاء على هذه الأموال وما يحتاج يقول فهو ملكون طلق له بالاستلاء عليه ولا يكون فيه أي ضمان فهو مال مباح يملك بالاستلاء والحيازة يسأل الشيخ شنو رأيه بالحكومة العراقية هذي اعتبرها شرعية أو لا أحكومات الأخرى مو نفس المصيبة إحنا قدنا بالعالم الإسلامي عشرات الحكومات وبالعالم كله يعني أنت تطي فتوى للناس روحوا وسرقوا الأموال العامة ما للبنوك ما للدول وتقول أنا مشتهد وتقول أنا عالم وتقول أنا آية الله وتقول أنا معين منصوب من الشارع مين نصبك يا أخي العزيز في الحقيقة نحتاج المثقفون في العراق العلماء الحقيقيون في العراق أساتيات الجامعات بحاجة إلى أن يروح يعلمون هؤلاء شوية ويدرسوهم مبادئ التفكير مبادئ الحياة الفباء الفباء الفقه الفباء الدستور الفباء القانون أنه شيء اسمه مجتمع وشيء اسمه دولة وفيه أموال عامة وأموال خاصة وأنتم يحكلكم تفتوني الشكل وتعتبرون فتواكم أيضا حكم الله هو ده يفتي يعني هو جاء نفسه مكان الله ومكان النبي وده يفتي للناس أنه هذا إيه روح يسرق روح يسرق روح يسرق كذا وكذا شيء خطير جدا وبعد بعد كل ذلك يجو الناس يقول لك لازم إحنا العقل يقول الدليل العقل يقول أنه الجاهل يرجع للعالم فمن الجاهل ومن العالم من الجاهل ومن العالم حتى نرجع له هو هذا العالم يجب أن يرجع لمدة العلم يرجع للعلماء الحقيقيين أم هو أم الناس العلماء يرجعون إلى لهكذا جهال يعني هذا يكشف أنه تخلف كبير موجود في هذه الحوزة تخلف على مستوى التنظير والتخطيط والإفتاء والتقنين والتشريع ومؤمنين في النظريات هم مسوية نفسهم في قوقع عادهم عايشين في كهوف في كهوف وده يفتون باسم الله وهذا جريمة كبرى أن يجون بعد يفتون بهالفتاوى باسم الله تعالى وباسم الدين وباسم التشيئ وباسم أهل البيئة نحتاج ثورة فقهية وثورة ألمية أو ما نحتاج هذا السؤال يبقى راجئ لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته